ما هو اللغز الذي لا يوجد له حل؟ قمصان السلطين العثمانيين السحرية تم تصنيع قمصان السلطين العثمانيين التي تزينت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والرموز والأرقام المختلفة خلال فترة استمرت بين ثلاث سنوات وأربع سنوات وما زالت هذه القمصان تشكل لغزا صعبا لحله حتى اليوم حيث يعتقد الخبراء أن الرموز المنسوجة على هذه القمصان تسهل في إلقاء الضوء على تاريف الإمبراطورية العثمانية هذه القمصان تشكل العنصر المشترك بين رجال الدين والمنجمين والخياطين إذ كان السلطين يرتدونها وبشكل خاص عند الانتصار في ساحات المعارك ويعتقد أنها توفر الحماية من الحسد وتساعد في الشفاء من الأمراض كان يتم استيراد القماش في ذلك الوقت من مدينة تشتهر بنسيجها تعرف حاليا باسم نيزلي في جنوب تركيا والتي كانت تعرف سابقا بتون بوزلو وكان يتم نقل هذا القماش إلى القصور العثمانية لاستخدامه في صناعة القمصان عالية الجودة التي كانت تلبس تحت الملابس وغالبا ما تم استخدام نقوش مثل سيف علي بن أبي طالد ذو الفقار وخاتم سليمان عليه السلام وخاتم النبوة للنبي محمد وقصيدة البردة على القمصان تشير الدكتورة خليا تسجان التي تعمل في متحف تؤبكا بي منذ عام 1978 في توثيق ملابس السلطين العثمانيين والمنسوجات العثمانية إلى أن ختم سليمان كان شائعا جدا ووجد على العديد من القطع لأنه يرمز إلى استمرارية للسلطنة العثمانية وغالبا ما تم وضع اسمال نبي محمد علي رضي الله عنهما معا مؤخرا ألقت السلطات الأمنية التركية في مدينة اسطنبول القبض على أحد المهربين أثناء محاولته بيع أحد قمصان الألغاز الذي يعود للعهد العثماني وتمكن فريق من مديرية مكافحة التهريب التابعة لأمن اسطنبول من القبض على شخص يمتلك محلا تجاريا في حيب جكتاش قبل تمكنه من بيع القميص العثماني لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مادي وبعد القبض على المتهم تم تسليم القميص الأثري إلى فريق متخصص بالآثار لفحصه ومعرفة تاريخه وقيمته وبحسب صحيفة يني شفق التركية يرجع هذا القميص القميص التاريخي إلى مجموعة القمصان السلطانية أو ما تعرف في تركيا بقمصان الألغاز والتي كان يرتديها السلطان العثماني تحت عباءته في الوقت الحالي لم يبقى في العالم سوى تسع قمصان سحرية فقط يوجد منها قميص واحد في مدحف المترو بولتان في الولايات المتحدة الأمريكية وثلاث قمصان أخرى في مدحف طوبا قبو سري في تركيا وخمس قمصان في مدحف ألفن الإسلامي في القاهرة واحد منها مع روض والبوض والبقي في المخازن من أجلال الترمين ترجمة نانسي قنقر